وضع بقى الطفل في لما بنحط له نقط الانف فيه نقط انف بنحطها وطبعا كل دي بقى شراف طبي ما بنعملاش من نفسين فيه نقط انف بتبقى حاجة اسمها محلول الملح وفيه بخاخات هنتكلم لسه عنها بس وضع النقط دي في انف الطفل بتفرق فيها السن حسب الوضع بتاع الرأس رأس الطفل يعني هقول لكم في قصدي ايه ما احنا في درس عملي لو الطفل ده تحت عمر سنة ونص بنخلي دماغ الطفل على جنب واحنا بنحط له النقط تحت سنة ونص بنخلي دماغ الطفل على جنب وهو على جنب يعني زي ما انا كده يعني بتخديه كده على حجرك وعلى جنب وتبتدي تحطيه له النقط تمام ده لو تحت سنة ونص فوق السنة ونص لا بيبقى هو في الوضع المستقيم العادي وبنقاط له في مناخيره عادي وزي ما اتفقنا النقط دي من الحاجات الفعالة قوي اللي بتساعد على التخلص منها الافرازات كمان فيه مستحضرات طبية بخاخة الأنف بخاخة وعلى فكرة البخاخة دي هقولكو حاجة غريبة قوي أجود أنواع البخاخات دي يعني فيه نوع كده مستورد وغالجة أجود حاجة خالص بتكون عبارة عن ميت بحر مياه بحر بس معالجة يعني ومحطوطة في البخاخة دي لأن مياه البحر دي أكتر حاجة بتساعد على التخلص من الافرازات طب بنعمل ازاي نفس الحكاية على فكرة بتاعت النقط لو الطفل تحت سن سنة ونص بنقعده على حجرنا دماغه على الجنب وبنبخ في الناحية دي بخة وبخة البخة بتكون حوالي يعني بتاخد ثانية أو ثانيتين مرة تانية الطفل كده كده هيعيط ما تخفوش ومرة تانية ما تدخلوش البوز بتاع البخاخة دي قوي عشان ما يعورش الطفل ومرة تالتة البخاخة دي من ميت البحر ميت البحر يعني الناس اللي بيسمعونا من المدن السحلية فاهمين قصدي كويس وهم بيعملوا حكاية دي لدرجة ان في ناس الكبار يعني في ناس كبار بيعملوها بيجيبوا حقنة كده أو اللي هي السرينجة دي من غير السن ويجيبوا ميت البحر دي وحطوها كده في مناخيره طبعا إجراء مؤلم شوية بس هم عارفين ودي من التقوص يعني في المدن السحلية دايما انها دي من أكتر الحاجات اللي بتساعد على التخلص من إفرازات الأنف أو الإفرازات اللي بتنزل بنسمع بوست نيزل اللي هي ما هي خلف الأنف طيب اشتركوا في القناة